دعا زعيم المعارضة الفنزولية خوان جويدو عمال القطاع العام إلى الإضراب المرحلي عن العمل لمواصلة الضغط نحو الإطاحة برئيس نيكولاس مادورو جاء هذا خلال لقاء جويدو بممثل النقابات العمومية التي تعتمد بقدر كبير على الدعم الذي تقدمه لها حكومة مادورو اليوم ونتيجة لهذا اللقاء سنبني القدرات على أساس عدم التعاون مع الدكتاتورية ومن ثم فإن موظفي العموم لن يكونوا مجبرين على فعل أي شيء لا يرضونه اسمعوا جيدا نحن ماضون نحو إضراب مرحلي للإدارة العامة اقترحته النقابات العملية نعلم أن التهديدات قادمة وأن القمع سيبدأ وقد أخذنا هذا بالفعل في الحسبة ولم يحدد بعد تاريخ لبدء الإضرابات إلا أن جويدو تعهد بمنح الأولوية لسن تشريع يمنح موظفي العموم الضمانات الكافية لحمايتهم جويدو قال إن صمت مادورو وحكوماته ووسائل إعلامه على عودته تدل على أنهم في حيرة من أمرهم مضيفا أنه بصدد التشاور لتشكيل حكومة انتقالية وحذر من أن الضغوط على مادورو ونظامه ما تزال في بدايتها من جهته حث المبعوث الأمريكي الخاص لفنزويلا إليوت إبرامز الجيش الفنزويلي على النحوض بدوره في حماية الدستور وسيادة القانون والتصدي للعصابات المسلحة التي قال إن مادورو شكلها للإطلاع بأدوار قمعية ونفى إبرامز عينية من قبل واشنطن لاستخدام القوة العسكرية للإطاحة بالنظام لا أحد يتحدث عن إجراءات عسكرية أمريكية ضد فينزويلا سوى النظام وروسيا وقد صرحت مرارا بأن سياستنا تنصب على تصعيد الضغوط الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والمالية وصولا إلى الانتقال السلمي للسلطة في البلاد الرئيس ترامبي يقول دوما إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة لأنها بالفعل كذلك بين أن هذا ليس هو النهج الذي اخترناه وبعد ساعات من لقاء جويدو بزعماء النقابات العملية ظهر مادورو في حفل الإحياء الذكرى السادسة لراحيل الزعيم الفنزويلي هوغو شافيز وكان عشرات الآلاف من أنصار جويدو في استقباله بالعاصمة كراكس بعد عودته أمس الأول من جولة في أمريكا اللاتينية استغرقت عشرة أيام ناشد خلالها الدول الحليفة دعمه من أجل إسقاط النظام في مشهد ينطوي على المزيد من التحدي لسلطة مادورو م判ع الجويد موسيقى وقالaisse